السلام عليكم ورحمة الله انتمنى تكونوا بخير على خير او بصحة جيدة اليوم اجبت لكم وصفة زوينة بزف وصفة طبيعية 100% بالاعشاب فقط واعشاب موجودين عند العطار كيتباعوا واحدة مرخص درهم جوج درهم ما عدا الورد بوحديتو اللي راه التمن ديالو زيت شي شوية هاد الاعشاب غادي نديرهم بطريقة عادية وبدين نزويود خصوصا بالنسبة للبنات او السيدات اللي مكي يلقش لهم زيت الشعر ديالهم وصفة زوينة بزف غدا تديريها وتخليها في شعرك ما هي حنا ما هي ماسك اللي ضروري باش تمشي تغسليها تقدري تخليها في شعرك بلا ما تغسليها حتى الوقت اللي كتبغي تغسلي شعرك نديريها مره حتى تجوج دلمرات حتى الثلاثة دلمرات في النهار النتيجة ديالها زوينة بزف طريقة ديال هاد الوصفة طريقة جيد سهلة هادي نخدو هاكدا واحد القرعة ولا قنينة ماشي ضروري تكون مستيريليزية باش كيف ما كي يقولو استيريليزية اللي عادي غسليها غير باش كتغسلي الاواني ديالك هاكدا وغدا نخدو اول مكوين اللي هو الزعتر عندو واحد الدور كبير كي يحاربنا اول القشرة كي يحفزنا البوصيلات ولكن تحفيز البوصيلات يعني راش عركين بسرعة كذلك تحربنا البكتيريا اللي كتكون في الفروة ديال الرأس باش اللي كتخلي نكتولي واحد الرائحة كاريهة في الشعر المكوين ثاني اللي غادي نديرو هو ورق الغار او ورق موسى هاد ورق موسى عندو دور كبير بزف في علاج تساقط الشعر وكذلك القضاء على القشرة يعالج التهاب الفروة مضاد ديال الفطريات وديال الباكتيري كان عارفوا بأنهم اللي عندهم القشرة راه كتخصوصا القشرة اللي كتكون فاز قمية الدماء هاديكرا كتولي النباكتيريا في الراس وكتولي وخاتغسلي شعرك غير كينشيف كتشمير ريحة خيبة في الراس ديالك وكذلك عندو واحدة دور كبير في محاربة القمل القمل ندوزو المكوين ثالث اللي كما كتشوفو اللي هو العرعار العرعار عندو دور كبير في محاربة القشرة كحاربنا القشرة يحفزنا النمو ديال الشعر وكيقتلنا اللي باكتيري والفطريات ديال فروة الرأس اللي كتصب عندو ديك الليك اللي كيبقى يحك حتى كيزح الدم ومن بعد داك الحكان ديال ديك الليك اللي كتكون في الراس داك البلاسة ما كيبقاش ينوض فيها الشعر المكوين الرابع هو أوراق السيدر غنية عن التعريف اللي فيها المرة وما فيهاش أوراق السيدر هاديك رامولاتها غتتعاني مهما يكون وخا ما عطاش تدير اللي بخود ولي تدير غادي تعاني دائما من القشرة من الفطريات من الشعر المتقصف من الشعر اللي كي اش غادي نقوله بحل كييرشا كتولي الزغبة بسرعة كتتقصف غير تجرها بالبروصة كتتقصف اللي دا في هاد الحالات اللي كيكون عندك الشعر بانه وراها اه تدهورت الحالة ديالو حتى ولا غير كتتجرب المشطة كيتقطع ديرو أوراق السيدر أوراق السيدر زوينة بزاب هنه غادي نمشو العشبة اللي هي غانية على التعريف اللي هي الورد البلدي الورد البلدي اشنو هما المكونات اللي فيه بشو يكون مزيال الشعر في المعادن وفي الفيتامينات وخصوصا فيتامين سي كي يحفز نمو ديال الشعر وكي يصحح لنا الفروة ديالا رأسي كذلك في الأحماض الدهنية اللي كتقوي الشعر ومناعم ديال الشعر اللي كيكون تالف تقوي الخصيلات وكي عزز تدفق الدم للفروة ديال الرأس مما كي يقولي النمو ديال الشعر كي يقولي كينمو بسرعة وهنا عندنا واحد المكون اللي هو زوين 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 بالسيف ومخصوش يخطى اي خلطة بحال هكذا اللي كتكون فيها غير الما محلول اللي هي البصلة هذي البصلة اللي بنات قطعوها كيف ما نديروها شنايف وحطيها في الشمش ولي دخليها الفرار اللي كيكون شعل وطفاش حال من مرة يعني كي يشعل حتى حتى كي يسخن وكطفي وكتدخليها وفاش كي يبرد كتعودي تخرجي وتعودي تدخليها حتى كتولي هذي را عندها الدور ديال زريعة البصل ولا اكثر والجميل هو انها تديرها في هاد المحلول ما كتكونش فيها الريحة كتنبضنا الشعر كتعيدنا القشرة زوينة بزف بالنسبة الشعر وكتنعم وراه عارفين اشنو هي بحالها بحال التومة بحالها بحال الباصل والتومة عندهم تقريبا نفس المفعول بالنسبة للشعر هنا مكون اخر اللي كان عندك ضيفي ولا ما كانش عندك راس قدر تشغيل جوجد راهم اللي هي زريعة الباصل كما كان قوليكم الباصل والتوم فين ما لقيتوا تديروهم بالنسبة للشعر ديروهم هنا زريعة الباصل انا غندير واحد ملعقة بحال هكذا را هي كتحفز نمو دي الشعر كل الفراغات اللي عندك ما كيبقاوش والشعر تحفز نمو الشعر يعني ان الشعر كيولي طوال بسرعة وما كتبقاش فيه القشرة را الشعر اللي فيه القشرة را نهائي المعمرو ما غدي طوال دائما غيبقى التقصف والفراغات اذا نديرو الباصل والتوم هادو الباصل وخانا ما داء هادو الوصفة حتى التوم راه زوين اللي كانت عندكم يابسة ديروها علش نقول يابسة باش ما تعطيناش الريحة وهنا المكون اللي تقدري تديري غير هو هو حب برشاد ندير هاد شوية تقدري تديري غير هو بوح ديته في الزيت وتبقيت داني بداك الزيت راه زوين بزف اما القورنفل القورنفل زوين لسكتيف الشعر اللي كييقولك بانا القورنفل ما كيستقش لهم الشعر راه ماشي القورنفل ربما الطريقة ربما بزف الحواج وانما هو راه زوين بزف هو كيساعد ان الدم كيوصل بسرعة كنا عارفو بانا القورنفل راه حار شوية كيوصل بسرعة الفروة دية للرأس والشعر كيبدا يطوال بسرعة ديروه القورنفل في اي وصفة القيتو ديروه بالنسبة للشعر ديروه وكي نحتوى وصفات بالنسبة للبشرة هنا الحلبة الحلبة غانية على التعريف لبنسبة للبشرة لبنسبة للشعر كتعززنا النمو ديال الشعر كتحاربنا القشرة زوينة بزف كترطب الشعر احنا غان ديروه غير شوية هنا بالنسبة للبنس اللي مكيبغوش الرائحة دياله وهنا الوصفة السحرية ومعاتش كيفاش غاد ينقول لكم اللي هو الزعفران الحر زوين بزف انا الزعفران الحر بناتي فيش كانت كونو صغار وكن ندير ليهم ديك الحسانة ديال 40 يوم وشيسولي عدمو 40 يوم كان ديرهم شوية ديال الزعفران هكدا غير في المو كنتو زوليهم على دكبلايس اللي حسنت اليوم الشعر فيها راه هزوين بزف كيكتفنا الشعر كيكون كاتيف وهدو حتى للسيدات اللي ربما شعرها معجبهاش ولادي ولادي وبغا تحيدو تبقى فش تحيدو فش تحيدو رماشي كتحيد منو غا الشعر شوية لكن عفنا سيدات اللي شعره خسر لها بزف بل برودوي بصو شوية كانت مشي كتحسنو كلو كدروا صلعه اذا تشد شوية ديال الزعفران من بعد هاد العشوب كاملين اللي درنا غادي نضيفوا عليهم الدرجات الغاليين يعني كل ما تطلق الصبولة لان ما غادي نتبخوا هم موالوا وغادي نغطيهم هنا انا ما غاديش نستعليها لان المغالي ربما القرعة غاديت غاديت اكسبلوزة عندي انا غادي ندير غير هكذا حتى كيفتر المشوية هالي كنستعليها غادي تخليها تباتليها كاملة ولخليها 12 ساعة هي اللي استعمليها يعني هاد الوصفة زوينة بزيف وفي نفس الوقت غير متعيبة حتى في الاستعمال ديالها سهلة انا هنا باش نستقكم القول ما كانش عندي الوقت باش نكمل هاد الوصفة وبقات حتى تلقت مزيان ما شي ضروري تخليها هاد الوقت كله كما خليتها انا انا غير ما كانش عندي الوقت باش نكمل هاد الوصفة وبقات حتى تلقت مزيان يلا بغيتي تخليها انتي بحالك داخليها من بعد غادي تصفيها وغادي يبقى عندك هاد المحلول دوك الملعشوب اللي في صافي خصوصا انها خليتها 48 ساعة مش يتخليها في تلاجة اللي غير هكذاك محطوطة اراها صافي دوك العشوب ما بقاتش فيهم حتى شي فايدة غادي نصفيها ونخلي هادك السائل هادك المحلول هو اللي غادي ندر الشعار ديالي الرائحة ديالو رائعة خصوصا بالقرنفل وبالورد رائحة زوينة بزاف يعني ما غاديش درانجيكم انكم تدروها ولو في المنزل ولو انك تخرجي حتى الزمقاء ما غاديش ما فيها الشي ريحة خيبة ما كتبال لا رائحة البصل اللي انا مجفف ما كتبال لا رائحة ديال الحلبة ولا درت فيها التوم المجفف ما غاديش تبال الرائحة ديالو وصفة جيدة رائعة كتنشطنا البوصيلات ديال فروة الرأس وكتفتحنا البوصيلات ديال فروة وكت كتحفزنا النمو كتضفق المكونات اللي فيها القرون في الكي ساعد على تضفق الدم بكترة فروة ديال الرأس الشعار كينمو بسرعة في واحد الفطرة اللي قليلة إلا كان شعرك كيتساقط في واحد الأسبوع ما غاديش يبقى يتساقط ديريها يوميا جوج المرات حتى ثلاثة المرات كيفاش غادي تديري لها هدي تشدي الشعر ديالك هدي تشقيه وبواحد القطنون لربونجة تبقى تزي من هاد المحلول وديري فكتشقي به الشعر هدي الفروة ديال الرأس ماشي المهم الشعر وإنما المهم الفروة ديال الرأس كما كنقولو حنا جلدة ديال الرأس هي اللي غادت تعمريها مزيان بهاد المحلول وغادت تجمع الشعر ديالك عادي وتديري لي واحد الدرة ماشي ضروري تديري شي في المانيمون أو لاشي حاجة ولا حتى تخلي عريان لحق جدبة الحال سخون ما غاديش تخافي انه يضربك يضربك البرد غدا تديريها ولو تديريها بزف ديال المرات في النهار لانك ما غاداش تديريها وتغسليها غادي تخليها بفر الشعر ديالك ما غا تخصر عليك ويلو حتى تبغي تغسلي الشعر ديالك هي بدون زيود اذا الشعر ديالك ما غاديش يتيت دموا تضرر باش تحسي بانه را ديرونجاك لا هي غير الاعشاب فقط حاولوا البنات اللي عندها الشعر خفيف اللي عندها فارغات اللي الشعر ديالك يتساقط تدير هاد العشق تدير هاد الوصفة وصفة زوينة بزف كما اننا اعطيتكم الوصفة اللي كنقولها ونعودها دائما الوصفة ديال 16 عشبة راها رائعة وغزالة بزف نوعو البنات بالنسبة للشعر نوعو حتى بالنسبة للبشرة حتى الكريمات اللي كنديرو لوجهنا واللدد ديالنا حتى المقشر نوعو فيه حتى الشامبوان اللي كانت نغسلو بها الشعر ديالنا يلا بقيت واحد المدد 67 عشرة كان نغسل بنفس الشامبوان رابح الله كان نغسل بهادك السائل ديال اللي كان نغسلو بها الاوانيرا ما كيبقى عندو حتى شي مفعولات الشعر اذا دائما نحاولو نشوفو الحاجة اللي كتفيدنا ونحاولو باش ننوبو خطرا ندير الزيت خطرا ندير عشبه خطرا ندير وكيف ما قلت لكم هاد العشوب كاملين عطيتكم الدور ديالهم يعني انك تقدري اللي كانت عندي غير عشبة وحدة تبخيها مزيان ورشي بها شعرك إلا ما بغيتيش تديري بهاد الطريقة لقد لك ديال انك تشكي الشعر ديالك ديريها في بخاخ وبقي هكدك تفرقي حتى تشبه لك جلدة ديال راسك وبقي تديريها ومن بعد ما تصي ما تصي ما تصي شعرك مزيان الفروة ديال الرأس مزيان وما تصيها كي ما تنقول لكم دائما بحركات دائرية ماشي ضائفين ماشي تمشي وترجعي لا بحركات دائرية على الشكل ديال توقع بلا في الفروة ديال الرأس بحركات دائرية باش هاد المحلول كيدخلنا الفروة ديال الرأس وكيعززنا النموذي الشعر البنات راي لا درتوا هاد الوصفة غير هاكده بلع شوب راي ما غديش تندمو نهائيا طال البنت اللي كي يطيح لها الشعر ديالها وبكترا في واحد الأسبوع ما غديش بقي طاح والبنات اللي بغي تباليه من الخلفة والهدك الشعر ديال اللي بيبي اللي كي يكون نايد ديري جوج الاسابيع ثلاثة الاسابيع وغدا تشوفي كيفاش غدا تباليك وفاش غادي تلقي الامل بأن ديالك الشعرات صغير ورين بدو كينوضو راك غادي تبعي عليها هاد الوصفة غدا تقدري تخليها واحد المدة ديال حتى عشر ايام يعني من بعد يومين بقات عندك يومين من بعد ديالك يومين ديريها في تلاجة وبقايفين ما جبتيها اما دفي شوية واما خليها حتى تدفت ولا بحرارات المطبخ الحرارة العادية وديرها الشعرك وصفة جدا رائعة نتمنى انكم تديروها وتعطيكم النتيجة وترجعوا لي في التعاليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته